قالت ميركل يوم الاثنين إن ألمانيا في المرحلة المتوسطة لمناقشة هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وستناقش هذا الشأن مع رئيس بايدن خلال اللقاء لكنها لا تعرف ما إذا كان سيتم الانتهاء من الاتفاقية ذات الصلة ورفعت إدارة بايدن العقوبات عن بعض المشاركين في مشروع نوردستريم 2 في مايو من هذا العام بهدف تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعي من ألمانيا للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن قضية أوكرانيا للضغط على روسيا ونقشت ميركل هذا المشروع مع رئيس الأوكراني الزائر فلاديمير زيلنسكي في العاصمة برلين يوم الاثنين وأكرر زيلنسكي أن هذا المشروع سيجلب تهديدات أمنية محتملة لأوكرانيا والمنطقة الأوروبية ردا على ذلك قالت ميركل إن ألمانيا ستولي اهتماما لمخاوف أوكرانيا وستبذل الجهود لضمان احتفاظ أوكرانيا بدخل رئيسي من رسوم العبور ويعبر مشروع نوردستريم 2 بحر البلطيق ومن المتوقع يكتمل هذا الصيف مما سيضاعف نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وخط الأنابيب سيتجاوز أوكرانيا هذا سيؤدي إلى خسارتها ما يقرب من مليار يورو كانت تجنيها كرسوم عبور كل عام كما تعارض الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بشدة هذا المشروع معتقدة أنه سيعمق اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا وسيعزز من النفوذ الجيوسياسي لروسيا